مرة تانية ببارك لحضراتكم لأنه النهاردة يمكن ذكرى غالية جدا على قلوب كل الأهلوية النهاردة مش بس الحقيقة بنحتفل بالنجمة التسعة أنا كمان عايز أقول إنها لحظة يمكن تكون من اللحظات اللي توقف فيها الزمن صحيح الأهل يعودنا في أوقات كتيرة جدا وفي مواقف صعبة كتيرة جدا إنه يجي من بعيد ويرجع ويحول الانكسار والانتصار عملناها كتير جدا وتعودنا عليها مع الفنينة الحامرة لكن تبقى القضية في النجمة التسعة لحظة مش ممكن أبدا ينساها التاريخ اللحظة اللي هو فيها الزمن عشان يسجل مجد أفشل هدف التاني للنادي الأهلي في مباراة طبعا نهاء القرن المباراة اللي فاز فيها الأهلي على الزمالك وتوج ببطولة أفريقيا وزي نقميته ببطولة النجمة التسعة تبقى الحقيقة لحظة بالنسبة لي أنا وأعتقد كل الأهلوية هتفقوا معايا لحظة خاصة جدا وبطولة غالية جدا تمناعت علينا كتير جدا لكن قدرنا أننا نحققها مش بس مرة لا مرتين متتاليين وإن شاء الله سكواد الأهلي أداء الأهلي السنة دي بيقول أنه هو جاهز يبقى الحقيقة أننا نقول لمجد أفشل برضو كل سنة وانت طيب لأن اللحظة دي اتسجلت بإسمك وكنت دايما رجل مواقف صعبة وكنت تحاضر في كل المباراة الكبرى مجد أفشل فتح الطريق ومهد الطريق بهدف غالي جدا في المغرب في مباراة قبل النهائي ورجع وأكد على وجوده بهدف الحسب وما ننساش طبعا عمر السلية اللي حاضر طبعا في كل النهائيات يمكن هدف أفشة خطف الأضواء لأنه حسم المباراة لكن يبقى طبعا هدف عمر السلية الأول في منتهى الأهمية نفكر حضراتكم بواحدة من أجمل اللحظات اللي عاشها الأهلوية السنة اللي فاتت زي النهاردة الديئة 85 الثانية 45 والقاضية ممكن وحدة زي ما قلت من أمت على اللحظات اللي ان شاء الله بإذن الله تتكرر وزي ما عودونا رجالتنا الحقيقة في السنوات الأخيرة طبعا النجمة العشرة كانت على حساب كايزر تشيفز وبرضو فيها كان حاضر مجدي أفشة وكان حاضر عمر السلية وكان معهم طبعا محمد شريف صاحب الهدف الأول ذكريات مش ممكن أبدا تتمحي من زاكرة الأهلوية وذكريات بتتحفر في زاكرة جيل جديد بيطلع الدنيا يشوف الأهلي متفوق محليا وقريا وعالميا النهاردة الحقيقة يمكن بنبتدي حلقاتنا وعندنا طبعا كلام كتير هنتكلم فيه على مباراة سموحة الأخيرة اللي قدم فيها الأهلي عرض قوي الموسم ده ما شاء الله تلاتات واربعات وخمسات والناس بقت بتقول الحمد لله ونشكر ربنا نحن نخسرنا من نادي الأهلي فرق واحد بس لكن في جميع الأحوال أنا بس النقطة الوحيدة أو التحفز الوحيد أنه الثقة الثقة ما تبقاش زايدة صحيح نحن الحقيقة ظهرين بشكل كواس جدا وبنقدم أداء كواس جدا والأغلب الجمهية الحقيقة متطمنة بشكل كبير جدا عن نادي الأهلي السندي لكن أنا بس النقطة أتخوف منها مع قوة العروض وقوة النتائج والعالمة الكاملة أن يكون فيه ثقة زايدة أتمنى أن نحن نحافظ على نفس مستوى التركيزنا إن شاء الله وبإذن الله الأهلي السندي غير الأهلي السندي مختلفة خلينا أفكركم بسؤال حلقتنا